قبل 11 عاماً ظهرت عملة ليست كالدولار واليورو وغيرهم من العملات فلا وجود مادي منوص لها إنها العملة الرقمية الإلكترونية الإفتراضية البتكوين تستخدم من خلال معاملات شبكات الإنترنت ولا تتحكم فيها أي سلطة أو بنوك مركزية أصبح البتكوين بديلاً جيداً للمستثمرين وجزءاً من محافظهم وهي عملة قابلة للتداول والقسمة وتستخدم لإجراء المعاملات الدولية دون الحاجة إلى وسط وقد أصبح الجذابة بشكل متزايد السنوات الأخيرة وفي مسار تصعودي بعد تذبدب عادت البتكوين للارتفاع لتسجل أكثر من 48 ألف دولار وكانت قد وصلت إلى أعلى مستوى لها في العام الجاري لتسجل أكثر من 67 ألف دولار وذلك وفقاً لبيانات بلومبيرغ الأمريكية